السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلاب الصف الرابع بدرس جديد بعنوان الطاقة الحركية بداية سوف نتعرف ما هو الفرق بين القوة والطاقة أخذنا سابقاً أن القوة هي المؤثر الخارجي الذي يؤثر على الجسم فيغير من حالته الحركية مثل الأجسام الساكنة يغيرها إلى أجسام متحركة ويمكن أن يغير من الأجسام المتحركة فتصبح ساكنة أو يزيد من سرعتها أو يغير من اتجاهها إذن هذا هو تعريف القوة أما الطاقة فهي القدرة على إنجاز عمل ما إذن لا نستطيع إنجاز الأعمال من حولنا إلا عند وجود طاقة ويحصل الإنسان على الطاقة من الغذاء الذي يتناوله إذن الطاقة هي القدرة على إنجاز عمل ما إذن ما الفرق بين القوة والطاقة الحركية؟ القوة هي مؤثر خارجي يؤثر على الجسم فيغير من حالته الحركية أما الطاقة فهي القدرة على إنجاز عمل ما من الأمثلة على الأعمال التي ننجزها من خلال الطاقة عندما يتمتلك عزيزي الطالب الطاقة فإنك تستطيع أن تتحرك من مكان إلى آخر وأن تركل الكرة وأن تلعب في الألعاب المختلفة وأن تقوم بأنشطة وتذهب إلى المدرسة وإلى السوق وإلى أماكن مختلفة إذن الطاقة هي المحرك الرئيسي للأجسام ولكن الأجسام تقسم إلى نوعين أجسام ساكنة وأجسام متحركة فلذلك إن الأجسام المتحركة تمتلك نوعا خاص من الطاقة تسمى الطاقة الحركية إذن يوجد نوع من أنواع الطاقة يسمى الطاقة الحركية ما هي الطاقة الحركية؟ الطاقة الحركية هي الطاقة التي تمكن الأجسام من الحركة إذن الطاقة الحركية هي الطاقة التي تمكن الأجسام من الحركة إذن جميع الأجسام المتحركة تمتلك طاقة حركية تمكنها من الانتقال من مكان إلى آخر إذن الأجسام المتحركة جميعها تمتلك طاقة حركية عزيزي الطالب هل تستطيع السيارة التحرك من مكان إلى آخر من دون وجود الوقود بداخلها؟ الإجابة لا إذن تحتاج السيارة كي تتحرك من مكان إلى آخر إلى الوقود إذن يعتبر الوقود بداخل السيارة الطاقة لها إذن يزود الوقود السيارة بالطاقة التي تعمل على تحريك هذه السيارة من مكان إلى آخر إذن نحتاج إلى الطاقة لنقوم بأعمال مختلفة ولنستطيع التحرك من مكان إلى آخر يعتبر هذا الشكل من أشكال الطاقة الحركية وهناك أشكال أخرى من أشكال الطاقة سوف تتعرف إليها في الصفوف القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته